اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سيناريو لم يكن منتظر في الوقت الذي كان يضغط فيه المنتخبة المغرية هذه خطيرة من اللعب لورش ولا كاي ولكن فيه وضع يتسلل يقول الحكم الصادق السالمي الحكم تونسي واحد من خيرة بيرسيطاو بيرسيطاو ماذا سيفعل؟ بيرسيطاو يحول المر لكن ميسي الكورة هنا الياس الشائر يلعب لبرقوق العرضية وين 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 يا طارق يتي سودالي هنا بناء وجوم منتعز بين الشائر بالدعبة قصيرة من سليم ملاح رجعت مغربية من جديد هنا تمرير في العمق مستوى المدرب وكذلك التغيير تدريجي على مستوى التشكيل ميسينا مرر كورة لزاميلولان طارق يخرج من الجوء التنفسية على السعيدة الأندية في تشامبيونز ليج واعي سفرت صبرت أبدой Europe وقولا نجيد في خطس وسط الميدان وكذلك في خطس المنتخب الحاكيمي انطراق من جديد فالعمق ممتاز وخطير وقولا وليامس وليامس يوسف تبقى يوسف السايري ثاني فرصة ضعت على المنتخب المهريبي في الوقت tradicional بيد الكافية ناحية من فالعمق من الحاكم يرجع للخلف هنا الواحد اثنين تكون ممتازة لي هذا تحدي كبير يجب أن يأخذه بالجدية الكافية خارج القدم يمرنا لآدم مسينا مسينا في العمق كموضو يلعب أول مباراة بقميس منتخب جنوب إفريقيا أربعة لعبين على فكرة يخضون لأول مرة مباراة بقميس منتخب صيفية كذلك تغيير الوجه بيرسي طاو الكوراتاتو حكيمي الخرج من الرقبة من إلياس إلياس سدد والرقنية إلياس من خارج منطقة السلامة إلياس الشعير الشعير ولكن مسينا مسينا هنا لم يتجاوب كما ينبغي مع كرة اللعب إلياس الشعير طالت مباشرة إلى ضربة مرمى لفائدة منتخب جنوب تيز أيمن مرة رادي الكورين كريتة تسديد العبوفرام غريبة غريبة يا طارقية سودالي أنا كنت أنتظر تسديد قوية في المرمى ولكن هنا غريب محرة في حين أعتقد أنه كان بإمكانه يمرر على القيمة آه بيرسي طاو يلحق بيدك أيمن برقوق حتى الكورين كريتة تسديد والتسديد ولكن سألا سألا يسن سيل عبادية ضربة حرة مرفوع داخل منطقة جسامو تأتي من أشرف حاكيمي رجعت لي لكاي لكاي بعد ذلك صعودي أشرف حاكيمي كالعادة في المساندة أيمن برقوق في المرتدات بيرسي طاو هذا ما قلت هذا ما قلت بيرسي طاو خطير جدا سيلة من الشعر يحاول يمر الشعر واحدة واحد إمكانية التسديد رائعة 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 المراوغة والتسديد بعد ذلك ويليامس هذه واحدة من التسديدات المميزة لإحوق وحاكم الوحدة الممتزة وحاكم العرضية ومرة أخرى ينصيري ومرة أخرى ينصيري جملة تاكتيكية ما نروع ما يكون قاد كل من أشرف حاكيمي وكذلك أيمن عن طرق فرانكفورت المرأة وذيكورا وحاكيم العرضية حاكيم العرضية ولكن ولا أحد في متابعتها هذه فرصة أخرى تضيعي يا وحيد يا غالي لوزيك ضعت هذه الفرصة من جديد ضعب هذه الجانبية مراقبة من أشرف حاكيمي بأسي طاوي حاول أمير ملعب ديلا هنا ترفع الكرة من أشرف حاكيمي ولكن في أتاب من طرف اللعب الياس الشاعر العرضية لبعد من فيتر أرضية في القائمة الثانية بالرأس حتى ويمكن جول يمكن جول لا غير مقبول تضيع هذه الفرصة الواضحة لتسجيل هذه المرة سليم أملاح من ضع العرضية وطارقه 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 جول ماذا هناك ماذا هناك اعتقد بأنه الهدف اعتقد بأنه هدف التعادل للمنتخبية المغربي دايما مصدر الخطورة ومصدر سليم أملاح في تشاه حاكيمي 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 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وركلة جزا فيها للحظات الفئة لمست يد والفئة ركلة جزا لفيدتي المنتخة بالمغربي البينية حداري فيها وضعية التسلل تعال 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 لازلت الكورة مغربية فيها رأسية وفيها تحضير وفيها جول اخيرا اخيرا يأتي الهدف يا يوسف يانسيري دغط الرأي مغربي يأتي بهدف التعادل عن طريق اللعب يوسف يانسيري وقويا برس كان لابد أن يأتي الهدف كان لابد الكورة مرر لأيمن برقوق برقوق يسدد قطع الكورة الماضية توصل لحاكيمي فيها عرضي وفيها جول كان ممكن أن تصل الشيباك افتك في الكورة الشاعر ماذا سيف على الشاعر يسدد امامي الوحدة الدين حداري من العمق ثانية وإلياس الشاعر إلياس الشاعر العرضية فكرة خطأ فيها التمرير رجعت مغربية وناحي وناحي استعجل فيها وكل مساحات للعب عشرف حاكيمي حاكيمي العرضية عالية طاويل عبر الطرف ليمن موسيلي وخطير هذه تلعب دربة الحرة أمين حارت يرفع أمين مرر عطية الله عطية الله عطية الله العرضية ولكن لم تر بيرسيطاو بيرسيطاو مرر وخطيرة وسيس ممارش ممارش ما يسددش خطيرة سليم أملاح يرفع الكورة على القايمة الثانية صعب الكورة صعب الكورة صعب اختراق عبر اللاجئة اليوم من حاكيمي من جديد العرضية حارتة مشددا العرضية غول 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 روح هذا الهدف أيوب الكابي فاللحظات الأخيرة من عمري المباراة بيرسيطاو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر